بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله اليوم بنحل السؤال السادس الفقرة الثانية من كتاب 447 الووتر سبلاي أنظمة المداد مياه ومياه الصرف السؤال اللي يقول لك يقولك عندك السيسم موجود هذا تدخل فيه كيو منقدار مياه يطلع منها مياه هنا ومياه هنا ومياه هنا ومياه هنا حل المسألة بطريقة كروس أند هاردي مثل جميل جدا أول ما يدخل بيتوزع يمين ويسار أن تفرض أنا فرضت أنه بيتوزع أول شيء تدفق من هنا بيروح 250 ويمشي هنا 150 ميزة المسألة أنا أضبط عمرها فعشان كده لا أتخاف فرضياتك فرضت 150 بيمشي طلع منها مياه كم بقي 50 يمشي هنا جميل جدا في 250 تمشي أنا فرضت 150 نزل هنا ومياه راحت هنا فبالتالي التقى هنا 150 و50 كم طلع عندك 200 طلع منها 100 كم بقي يمشي هنا 100 في السيستم عندك هنا 100 تمشي فرضت أنه 50 نزل من هنا و50 راح هنا فبالتالي 50 مع 100 طلع 150 طلع منهم 100 كم بقي 50 وهنا في 50 أصلا يمشي وبينزل مثل ما هو 50 50 زائد 50 مية طلع من هنا 100 إذا انسكرت عندها أقوتهم مسألة فبالتالي شغلي جيد وإذا ما سكرت ارجع شيك على فرضياتك لعلك ما طلحت زين أو ما جمعت زين أو من هالكلام لأن هاي كلها السيوم يمشي هنا والسيوم يروح من هنا والسيوم كذا إن شاء الله بدنا لها بتركب يعني مسألةك لا تخاف بس أهم شيء اضبط جمعك وطلحك هذا هو عندك المسألة فبالتالي قلنا سابقا أن اللي يمشي مع عقار بالساعة موجب اللي يمشي عكس عقار بالساعة بتاخذ الكيو بالسالب معناته هنا مثلا كم تمشي كيو 150 معناته بتاخذ من هنا 150 بالموجب لكن هنا تمشي عكس عقار بالساعة الكيو اللي هنا معت 150 تاخذها في حساباتك سالب 150 جميل جدا هنا عندك منشكل عندك ضلعين مشتركات فش بتسوي كل ضلع مشترك تاخذ القراءة الأحدث له القراءة الأحدث له فانتبه وهنا عندك ضلعين مشتركات فبالتالي ركز وانتسوي حساباتك في الضلعين مشتركات هذه الهم ما عندك مشاكل نشوف كيف حلها صراحة أنا بحلها بالكسل أحسن أريح لي يعني طبعا هذا هو الترية اللولة شوف شون كيف طلعت لك نجي الآن طريقة حلها في الأكسل هذا هو عندك في الأكسل قلت عندك اللاين وعندك الكيو وعندك الدياميتر وعندك اللينث وعندك السلوب وعندك الـ H والـ H-Over-Q والـ Modified-Q اللي أنت بيها أنا بأحذف هذا كلها لأنه حساباتي ماشي هنا نجي الآن عبيت أنت بياناتك بالإشارات بكل شيء صح ولا لا نجي الآن أنا أحب أسوي عمود هنا بعيد اللي هو أحول الـ Q والدياميتر إلى متر هنا بالليتر بحول المتر مكعب لكل لتر بأقسم على ألف والدياميتر بحولها إلى متر بأقسم أيضا على ألف لأنها بالملي لأن حساباتي في السلوب لازم تكون محدات الـ Q والD بالمتر يعني بالمتر مكعب لكل ثانية وهنا بالمتر نجي أول شيء بأقسم أول جيد السلوب كيف أوجد السلوب تروح تقول طلع عمرك يساوي تفتح قوس لا وراك كتاب العربي تروح تقول يساوي تفتح قوس تقول 0.00213 اللي هو الثابت مضروب في الـ Q هذي اللي أنت بيها اللي شفت ستة شانت سوي أس 1.85 سك القوس تقسمه على الدياميتر 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 وين هذا هو مرفوع الدياميتر للأس اللي هو تروح تقول shift 6 عشان ترفع الأس 4.87 تروح تضغط enter متاز تروح تسوي كذا جميل جدا لو تلاحظ ملون هذا بالبني معتها ظلع مشترك أي لون بني معتها ظلع مشترك عشان ما تاخد حساباتك لون تضلع مشترك عشان في الحسابات ما تضيع نجي الآن للـ H الـ H عبارة عن عبارة عن تروح تقول يساوي لو slope shift 8 مضروب في الـ L اضغط تروح نزل كل هذي عندك الـ Q هنا بالسالب معناها تلازم يكون الـ H لها بالسالب تروح تضغطيه تقول minus enter هذه السالب إذن تروح تقول minus enter تروح الـ H over Q واضحة ما يبقى هذي تقول يساوي هذا الـ H عندك تروح تحط علامة التقسيم over Q تضغط enter حطاك القيمة هذي تروح تجمعهم أو تجمعهم تسوي الحركات عشان تطلع كل وحدة لها Q over H تجي الآن تاخد الصميشة للـ H والـ H over Q تروح تقول ساوي sum تفتح قوس تروح تضغط على ذا تنزل السهم كذا تضغط enter أعطاك القيمة تروح تحط هذا هنا تميل بمين طالك القيمة هذي نجي الآن نطلع Delta Q Delta Q وش قانونها قانونها تقول يساوي تفتح قوس سالب اللي هو F هذه لمجموعة قصة الـ H تقسيم تفتح قوس الثابت 1.85 ممتاز مضروب في مجموعة الـ H سك القوس تضغط enter أعطاك القيمة أعطاك القيمة بكسور حينما لم يتعامل مع كسور فبقربها إلى 39 جميل أحين خلتها سالب 39 فإذن اللي هو Modified Q الجديدة اللي هو يساوي الـ Q الموجود الحالية زائدا Data Q Data Q كم سالب 39 زائدا ناقص 93 بطلع ناقص 39 تضغط Q أعطاك 211 تروح تنزلها أعطاك القيم الجديدة نجي الآن لللوب الثاني اللوب الثاني عيب أن فيه ضلعية مشتركات عندك الـ BG انتهينا من هنا صح للا طلعك القيمة ناخذ قيمة الأحدث بتغيير الإشارة جميل جدا والـ CF من القراءات الاصلية من الجدول اللي هو هنا هذا هو هذا الـ CF كم عندي 50 موجب ولا سالب لا موجب ليش أنه يمشي مع عقار بالساعة وهذا أيضا القيمة الجديدة 111 لأنه يمشي مع عكس عقار بالساعة عشان كده قلنا بالسالب جميل جدا هذه عندك عبيت الكيو عبيت الدياميتر كم واللين تلك الواحد كم نجي الآن للطريقة ها نقل يساوي تفتح قوس 0.00213 shift ثمانية تروح تضربها في الكيو مرفوع لو شفت 6 1.85 تصك القوس تقسم على الدياميتر هذا مرفوع لو شفت 6 4.87 تضغط enter تروح تنزل ال H تروح تقول الله يساوي اللي هو ال S مضروبا في ال L ولا أسرع منه ولا الحم الأكسل اللي علننا فك أزمة ورأي ما نزلتها كلها هنا للسالب تروح تحط سالب لا تنسى هنا سالب فبالتالي تروح هنا ال H over Q تقول يساوي اللي هو ال H تقسيم ال Q تالي تقول تروح نتاخل ال S عطاك ال NET للسوميشن أروح أنا تطلع ال DETAQ أقول يساوي قوس سالب اللي هو ال H هذا القانون يحفظ كسر 1.85 متابلاي H over Q سميشن له يساوي 17 تقربها 18 وتروح تقول موديفايد هو عبارة عن يساوي ال Q الأصلية لك زائدا ال DELTAQ الموجودة عندك بإشارتها اطلاك ندي موجب 8 خلاص تروح تنزل يعطيك الموديفايد الجديد وهكذا في اللوب الأخير مع فرضية ان ال CF كان اطلعت 68 صح فتروح تاخذها بعكس الإشارة وتكمل حساباتك الروتيني النفس اللي أنا سويتها قبل شوي بالضبط لا اختلافات ولا هم يحزنون طبعا العلمين مثل ما قلنا هذا حولتنا ال Q من لتر كل ثانية إلى متر هذا هو نفسه هذا بس على 1000 والدياميتر أيضا حولته إلى متر بأنه كان هنا ملي حولته إلى متر بقسمته على 1000 هذا لو تلاحظون شوف مكتوب فوق الفرميولة اللي هو هذا على كم على 1000 عشان حوله إلى متر لأن ال S بروح ذات لفي ال S بشرط أن ال Q تصير متر مكعب كثانية وأن الدياميتر يكون اللي هو بالمتر نفس الحركة بيطيك شوف موديفايد ديتك كم كانت لو تلاحظ كلمانها تقل تقل هاته تريل الثالث لاحظ أنه تقريبا قريبا الصفر فأنا خلاص قد صفر وهذا قريب أيضا الصفر 0.19 يعني حرام تقريبا الواحد صفر وهذا أيضا سالب 0.11 يعني تقريبا Trial 3 وعن طريق Excel ولا تأخذ منك ولا 10 دقائق لو مرنت يديك لكن في الكتابة مهما مرنت يديك تأخذ منك وقت خلاص يتدخل أنت اللي هو الدياتا في الكالكليتر فبتأخذ منك وقت في حسابات 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 غير الـ error عندك بيكون عادي تقريبا اللي هو من كثر الملل تطقها تطقها في الآلة تطلع عيونك فهذا هو الحل هذا Trial 1 قلنا رحت نزلتها من Excel هذا Trial 2 هذا Trial 3 والأخير وهذه القيم النهائية هذا القيم النهائية وهذا الشكل النهائي طبع أتمنى إن شاء الله أنه كان واضح وبهذا نكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك